طيب قبل ما نبدأ في موضوع البرمجة بدينا نتعرف على الهيكلية العامة لمشروع الجاذة طبعا مشروع الجاذة بكل بساطة بيتكون من بكج وحدة أو مجموعة من البكجز في عنا حاجة اسمها بكج أو بالعرب بنسميها حزمة هذه البكج أو الحزمة بنستخدمها عشان نخزن فيها أو نضيف فيها ملفات الأكواد اللي احنا بنتعامل معها ليش؟ من باب الترتيب انت الآن مثلا بتعمل برنامج بيتعامل مع أكتر من فئة منفصلة عن التانية فبتحتاج أحيانا أنه انت بدل ما تخط الأكواد تبعتك أو ملفات الأكواد تبعتك في مكان واحد عشان ترتب شغلك بتحط الملفات في مماكن منفصلة فبننشئ بكج وحدة أو أكتر من بكج عشان نحط الملفات فيها إذن البكج هذه هي عبارة عن مكان بنضيف جواته ملفات الأكواد الخاصة فينا مشروعك على الأقل يجب أن يحتوي على بكج وحدة تمام؟ وبعد هيك لو أنت بدك تضيف كمان بكجز بتضيف ما في أي مشكلة جوة البكج هذه في عنا حاجة بنسميها اكلاس هذه عبارة عن حاجة أساسية هنحكي عنها هالجيت اه الكلاس هو المكون الأساسي لا أي برنامج جافا البكج لازم يكون فيها على الأقل كلاس واحد يعني بالعربة مشروعك لازم يكون فيه على الأقل لكلاس واحد وعلى الأقل بكج واحدة تمام؟ ولو أنت أنشأت مشروعك فينا حاجة اسمة بكج هنتعرف شوية شوية بس عليها الآن الكلاس هذا هو عبارة عن مكان بنكتب فيه الكود البرمجي تبعنا يعني أنت كودك البرمجي ما بنفع تكتبه مباشرة في البكج أو في أي مكان تاني لأي تكتبه جوة كلاس وجوة حاجات تانية هنتعرف عليها بعدين لكن بشكل عام البكج تحتوي على مجموعة من الكلاسز على الأقل لكلاس واحد لكلاس الأساسي اللي بديك تشغل فيه مشروعك تمام ممكن يحتوي على كلاسات أخرى وممكن يحتوي على حاجات تانية هنحكي عنها لما نوصلها تمام الكلاس هذا اللي بنسميه كلاس بيكون جوال كود البرمجي تبعنا فيه أنه حاجة اسمها متغيرات حاجة اسمها دوال حاجة اسمها inner classes فيه أنه شغلات كثيرة هنتطراق لها شوية شوية بس الفكرة اللي بديك تعرفها بشكل عام أنه المشروع في بكج واحدة أو أكتر جوه البكج هادي فيه أن دي كلاس أساسي أو أكتر من كلاس وممكن كل بكج يكون فيها كلاسات منفصلة هذا الإشي اللي يفضل أنه يستخدم لتنظيم الشغول وترتيبه الكلاس هذا فيه مجموعة من المتغيرات مجموعة من الدوال مجموعة من الأكواد البرمجية اللي أنت بتنشئها يعني كودك أنت بتكتبه جوه ما بتكتبه جوه أي حاجة تانية أو تكتبه جوه مثلا انترفيس هنحكي عنها جوه أنواع تانية من اللي كلاسيز شوية شوية هنعرف تفاصيلة تمام خلينا الآن نروح على البرنامج ونشوف كيف بدنا نبدأ نتعمل معها